100.6 نجوم فأم على كيفك دلوقتي واحد صاحبي مع عمر طاهر على نجوم فأم الله النهاردة هنقل في البرنامج اول مرة هيكون معنا ضيف والحقيقة هو مش ضيف يعني انا بعتبره صاحب مكان ومكانة في حياتنا الشخصية وفي حياتنا عموما يعني لو عرفنا يعني اعماله هتعرف ان هي الاعمال دي كانت فرقة معنا جميعا ما كانتش شغل في مسلسلات عدل تعليمه وخلاص مسلسل الرحاية مسلسل شيخ العرب همام مسلسل خواجه عبدالقادر مسلسل دهشة معي النهاردة صديقي الفنان مش هقولي الموهوب الصديقي الفنان المنفوح السيناريست والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال اهلا بك يا عمر وانا مفصول اول ان انا مع صحبي وصديق عمري وشريك نص عمري تقريبا وده سر ساعدتي ان انا موجود معاك النهاردة نشكرك احلام نشكرك ان كده اتحديت البرد والمسافة مقاسف وجيت النهاردة تنورنه الله يخليه طيب الحلقة النهاردة خلينا نبدأ بسرعة عايزين نقول ان الحلقة النهاردة هنشتغل على هدفين الهدف الاولاني هدف عام ان احنا هنسمع عبدالرحيم كمال وتجربته في الكتابة علشان نستفيد منها عسواء اللي عنده فضول يعرف تجربة الكتابة في السيناريو عاملة ازاي او اللي عنده فضول يعرف كده علشان يعمل كده ده الهدف العام الهدف الشخصي انا معايا النهاردة واحد صاحبي عايز احتفي به محبة لشخصه ومحبة لفنه ومحبة للروح اللي بيكتب بيها والافكار الجميلة اللي زرحها فجدان الناس في خلال 4-5 سنين اللي فاتوا اللازم نشكور عليهم طول الوقت بعد الفاصل على طول على الالف وستة او على الفيسبوك اللي عنده اسئلة لعبدالرحيم او اللي عنده رسائل معينة عايز يبعتها له يشرفنا بيها ونخش في الحوار على طول بعد من نسمع الغنوة اللي جاي عبدالرحيم عايز ابدأ معاك في عمق الشغلانة فضل دلوقتي الغنوة بتكتب فكرتها في جملة يعني فكرة الغنوة جملة عايز اكتب غنوة اسمها انا اكتر واحد بيحبك خلاص كده الغنوة خلاص السينما الفيلم الكتب فكرته في سطرين واحد ضع منه ابنه وبيدور عليه ولقاف الاخر مستخبته مش عارب فين لكن فكرة المسلسل فكرة التلاتين حلقة اللي هما بيكلم في عشرين ساعة دراما مثلا او يمكن اكتر ازاي تكتب فكرة المسلسل يعني بقية انواع الفن بتخلص في سطر ونص الفكرة لكن ازاي تعمل فكرة المسلسل هو برضو بيبقى سطر بس السطر عنده قدرة على النماء يعني سطر عمره طويل كده يفضل وغالبا ما بيبقاش سطر بحدث بس لازم سطر بشخصية اه يعني انا دايما اللي بتحركني الشخصيات اول اول ما لقي شخصية ينفع انها تتحكي على فترة طويلة والقماشة اللي هي الصغيرة اوي دي اللي فيها سطرين تلاتة او صفحة يعني فيها شخصية ده السؤال اللي بسأله النفسي ده تتنفع تتحكي ايه تحكي فيلم ولا تحكي مسلسل ولا تحكي فبيبقى الحكي الواسع ده تلاتين حلقة ولهم علاقة بالتسلسل دايما بيبان من الاول بتقدر تحسمها من اول الصفحة الاولانية وانا بحب التسلسل بحب الحكي مش مسألة ان الناس يقول لك ده سينيما ده فيديو بتاع انا بالعكس انا بحب انت بتحب تعد اه بحب بحكي كل ليلة لحد حدوتة يعني دي دي كده حس انه حاجة ارس لطيفة بس فبتبقى صفحة صفحة فيها زي بزرة كده تقول ان دي هتبقى شجرة مش هتبقى مجرد حاجة صغيرة هو بيأكد كلامك كمان انه انت بتقول بتمسك شخصية وتبقى هيدي الفكرة ويتبنى عليها لانت كمان الشخصات الفراعية عندك برضو قصص يعني الشخصات الفراعية مش بتكمل اصل الفكرة او بزرة المسلسل لا هي ده كمان خطوط مكملة وبني عليها بدرجة انه كل خط الوحده لحالة دي يعني ينفع تكمل بيها شغلان على بعضها صح والله انا اي حد هيعدي في المسلسل وهيقول صباح الخير ما بحس كده ان انا مطالب ده انا بقى امين عليه واقف جنبه واقول مين اللي قال صباح الخير ده لدرجة ممكن يطلع اجمل من كل الموجودين عشان كده انا بحس الشخصات السنوية دي بالنسبة لي انا مسؤول عنها زي ما انا مسؤول عن الشخصات الكبيرة اللي الناس هتفرج عليها فبحبها اكتر عشان كده الناس بتحبها لا وبتشايلها كمان افكار يعني بنشايل الشخصات السنوية دي افكار يعني القائل مسلسل دهشة كانت قفلة المسلسل بالنسبالي مسلسل الضخم ده اللي بطل يحيا الفخراني كانت قفلة المسلسل بالنسبالي عند علاق مورسي الغفير اه عوض زعب الغفير بتاع الاسم الشرطة كانت قفلة المسلسل عند الراجل ده اللي جان له دهشة كانت جنت ربنا يبيه ايوة شخصات السنوية دايما بحس انها يعني زي شخصيات السنوية اللي في الحقيقة ممكن يكون واحد قبلك كده على جنب هو اللي غير حياتك كلها. اه. ده على نظرية انا فيش حد نقولوش لازمة. لانت كده بتخلي حد دي لازمة. طيب احنا نلحق اه وعن شاء الله الحمد للإعلانات كتير نلحق نخش ناخد شوية اعلانات ونرجع علشان ايه? ما حادش هدايا. نتكلم برحاد. لسه معنا الكاتب عبد الرحيم كمال. عبد الرحيم في اسئلك طبعا كتير جاية في سكت اه كيف بدأت واقول عملك وكل حاجات اللي هلقى بالبدايات وان ايه? بقدر الامكان مش عايز احرى وقت في المنطقة دي. بس عايز اسأل من المنطقة دي سؤال بس صغير عن النقطة اللي قررت فيها او تقرر لك فيها انه تنتقل من مرحلة الهاوي للكتابة لمرحلة المحترفة. النقطة دي كانت امتى بالزبط يعني القرار ده اللي هو خلاص ده احترافي يعني. اول ما جيت القاهرة ودخلت كلت تجارة خارجية. كنت سنوية عسكرية في سوهاج وبعدين انتقلت القاهرة تجارة خارجية تعرفت على مجموعة كبيرة في الكلية كان من ضمنهم عمر طاهر. حصل. وعرفنا يعني قصة قصيرة وندوات. فمن ساعتها من من هذا الوقت يعني من سنة واحد تسعين. المهنة دي تستحق انه اديها باقي عمره يعني. اخي هاي دي كان قرار اه مبكر يعني. اه اه وحسمت قرار ده انا هاخد تجارة كده كدراسة وبتاع لكن انا مكاني في حتة تانية يعني. هيل جدا. طيب نرجع لموضوعنا. الوقت هقول لك انه الشغلانة المربع التلاتة اضلع للفضلين معاك النجم والمخرج والشركة. انت شخصيا عبدالحين كمال ككاتب وعندك مشروع وعندك حلم وعندك فكرة عايز تتحرك بها. انهي ضلع من التلاتة اللي بيبقى شغلك في اول خطوة. وانهي ضلع من التلاتة الاتجاه لي في حالة وجود سيناريو معاك بيكون هو الاكسر افادة او نفع عني يعني. المخرج المنتج البطل. سؤال والله حلو. اول ضلع انا في الاول قبل التلاتة انا يكون عندي الفكرة. احنا افترضنا خلاص ان الفكرة معاك. فنيا يهمني المخرج. يهمني المخرج ان ده اللي هيشتغل معايا وده اللي هيوصل التمثال العجين ده انه يبقى يعني حياة ويتشاف. ده مهم جدا جدا. انا والمخرج يهمني اول الشركة. دي اللي هتعمل الموضوع. انا والمخرج والشركة يهمني اول نجم. لانه من غيره. فبيبقى الترتيب عامل كده ومش ترتيب افضلية او اولوية بس هو ترتيب فني. ان انا كن عندي فكرة يتحمس لها مخرج في انا والمخرج نقدر نقنع بيها. وشركة تبقى مسؤولة عندها. يعني لو عندك اه فكرة عمل انت كاتبها. تمام? اه وانت رحت تتحرك بيها. يعني تلوقتي في مرحلة ان الناس بالكلامك عايزة منك شغل. لأ هنفترض ان كنت في البدايات ومعاك عمل وعايز تتحرك به. مين الشخص اللي هيوفر عليك المسافة. انت شافنا المخرج هو ده اصول الشغل لكن احنا في الفترة اللي احنا بدأنا فيها في الاخرى التسعينات بداية الالفنات كان اللي بيحرك كل حاجة النجم. فكان لازم الفكرة دي النجم هو اللي وافق عليها والنجم هو بالتالي هو اللي بيقدر ياملك النجم بشركة الانتاج. ده موجود لحد الوقت بس دايما العمل اللي فيه المخرج من اول لحظة بيكون عمل اكسر جمالا يعني. طيب عندي سؤال برضو من واقع الشغلانة. انه يعني انا بعتقد ان الكاتب ما بيقولش لشركة الانتاج تنتج ازاي. او الكاتب ما بيقولش المخرج يحرك الكادرات ازاي. او للكاتب ما بيقولش للممثل المثلها ازاي. لكن التلات عناصر دول طول الوقت بيتدخلوا مع去ور الموالف يعني طول الوقت في ناس عايزت ألف مع الموالف. يعني المنتج او البطل او المخرج عايز يقلف معاك. عايز يخش معاك على الورق. يقلف معاك. يعني عايز سخنان على الورق. تتبعات الورقتين يرد عليك باربعة. فعلمني طول الوقت. ليه 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 عندنا ناس سخنانة على الكتابة في حين ان الكاتب بيحترم نفسه وما بيقولش الناس اشتغل. هي الرغبة في التعليف رغبة يعني ايه? تقريبا عند كل المواطنين المصريين يعني. اه. يعني اه انا شعب حكاي وعندنا قدرة فعلا على الحك. وعرف اقلف زيك. اه. وعرف اقلف زيك وبعنهم حاسين انك انت بتعمل ايه يعني انت اقل ماسك وراء وقلم وبتكتب حاجة بسيطة. مفيش مكانة بتحركها. مفيش اه كاميرا بتتعامل معها. مفيش فلوس بتتعامل معها. انت بتعامل مع ابسط حاجة. وراء او قلم. اه لكن في النهاية مش كل تدخل بينفع مع كل الكتاب. اهم حاجة يكون التدخل بينفع مع الكاتب اللي عنده ثغرات بالفعل. لكن هو لو قاعد يتدخل من هنا البكرة وهو على الساس انه يسبت نفسه او انه يسبت ان اللي قدامه ده غلط ده ملوش ده الدراما تحتكم دايما للمنطق. مفهول. فصاحب المنطق كسبان. مم. وصاحب المنطق لو ربنا كمان بيدله شوية حلم يعني كده وهدوء. بيسيبهم يتدخلوا انه ما بقاش في جدوى من تدخلهم. اه. الا لو هو حاس ان في تدخل حقيقي. يعني ممكن مش شرط يكون النجم على فكرة. ولا المخرج ولا الشركة. ممكن يكون ابسط حد موجود. مم. وقول اه استاذ الجملة دي مش منطقية. هكتشف انها مش منطقية. اه دي اضافة مفيدة. اه. اه. اه طبعا. ودي حاجة بتحترم. وانه في النهاية اسمه مش هكتب ده اسم انا. لكن التدخل اللي بيبقى كده عشان اه اكتب ورقتين في رد عليها باربع ورقات. ايه انا بكلم على الله. اه انا متخيل طبعا. انا لو اشتغل مع. ايه ايه. انا متخيل انه انا يعني لما اشتغل مع حد وهي هاديني اضافة يعني تعلي اسمي انا اللي على الشغلاني. فان احلام تاني غير الشغلانة. اه بيبقى عشان بقى زي. اه. انفع عشان اقوله ودي مش هعملها ودي مش هصرف عليها. يعني فهم التدخلات اللي هي. وبعدين كل واحد انتج او او عمل عمل كويس ونجح بيحس انه هو صاحب هذا العمل يعني. مم. فبالتالي دي خبراته كلها. فلما يجي تعمل عمل جديد يتكلم في كل النواحي. في الكتابة وفي الاخراج وبتاع العمل اللي فات كان ناجح. مم. لكن التزام الناس بادوارها وتدخلها المنطقي لان الدراما في النهاية بيحكمها المنطق. بيكون مفيد. التدخل غير منطقة او ليه سياق شخصي او ليه سياق ان انا كنت بحلم وانا صغيرة بقى كاتب. خير مفيد. طيب. انا من الحاجات اللي بحبها دايما في شغلك القدرة على راية الدراما زي ما كنا بنقول حتى في اصغر شخصية. حتى في شخصية تبدو انها سنوية او همشية بس انت قاري الدراما اللي فيها دارك انك انت قاري الدراما بتبني على لسانها جمل بتفيد العمل ككل رغم ان هي شخصية سنوية. فانا عايز اعرف فكرة انك تقرأ الدراما في حاجة. دي بتبقى الواحد بيناميها ازاي? وبيتضرب ازاي? على انه اي حاجة تعدى عليه اقرأ الدراما اللي فيها. لو يعني بعد ما نقول الدراما اللي وجهة نظرك اللي هي عاملة ازاي? والله يا ابن الاول من اول ما قارينا الناس كبار يعني عاملين دراما فيها شخصيات سنوية محترمة حتى سواء في الادب المترجم او بعد كده المصريين. ومن اول طريقة انت التفاتك في الحياة اللي بني قدمين. يعني الشخص المتجاهل لما الشخصيات السنوية هو شخص في حياته متجاهل للاشياء السنوية. نفهم. احنا ما بنجيبش حاجة من بره. يعني الكاتب اللي منتمن طبقة معينة هو في النهاية بيبقى منتمن طبقة معينة. يعني ان الكتابة نتاج تكوينك انت مش بس الثقافي. والنفسي والشخصي. طبع. والنفسي والديني. الخلطة دي كلها في النهاية بيطلع منها اللي الناس بتفرج عليه. فاي حد هتجاهل فيه كاتب مثلا يبقى مهوب جدا ونظرته للمرأة متخلفة. مم. ويبقى شاطر ويبقى شديد الموهبة. على مستوى الشغلانة. على مستوى الشغلانة. اه. كاتب اه يبقى انه منفتح جدا بس فيه جزء مقفول اوي. كتابة تفضح الجزء المقفول. كتابة فضاحة. اه اه. اه. انا كنت مش هتقدر يتداري على نفسك. اه صحيح. وجمل فلاتة كده بتفلت فتظهر. سوابت بقى في دماغك بتترجم. مزبوط. مزبوط. مهما تعددت الشخصية. طيب العمل فيه ستة عشرين شخصية لكن كلهم عمر او كلهم عبد الرحيم. اه. او كلهم قناعاته. بس قد كده طول ما انت متسع وواعي وعندك احترام للاخر وعندك ثقافة حقيقية مش مجرد كتب يعني. بيبان بفكتك. يعني فكرة ان الشخصي اه منتبه يعني او فكرة مرسة الشغلانة دي ايما على الانتباه النفسي والانتباه العصبي والزهني والعاطفي ممكن كمان للي بيحصل حواليك. اه يعني اقدر اقول اه انا بسميها ايه قلة التأليف. ايوة. يعني تكتب ما تأليف. حلو جدا المصطلح ده. اه يعني اللي يقلف ده شطار وملين الدنيا. بس في فرق بين اللي بيكتب واللي بيقلف. اكتب. اكتب بصدق حتى لو فيها حاجات تبدو فيها عيوب. اه. ده صدق بقى. فاكتب ويطلع في الاخر بيطلع عمل كويس. ومعظم العمل الحلوة الناس تقول لك ايه ده? في البدايات. اه. اه. ده ما يتعملش. ايوة. بيبقى شايف ان هو يعني. اه برا بقى التعليف. اه. اه. انو ما انو عايز تأليفهم. اه. طبعا ترسك طبعا التألف. بتاع بيقعد بألف شوية. واستقل فخلص. واجيلكو اه. طيب هاسألك برضو اسأل توضيحي شوية بالنسبة الكلام على الدراما. اسمح لي اقول لك على كام حاجة? حسنا. برضو عشان اه افهم منك زي الدراما تتشاف يعني. لو اقتلك مسلا حاجة زي داعش. داعش دي انت ممكن تشوف الدراما في تجربة داعش دي جاي من فين? دسوأ سماعك من يون ارجع? عشان سؤال داعش. اه. دخل عليك. دخل عليك. دخل عليك. انا عارف كده بتحبها. فضل. اه. لسه معي عبد الرحيم كمال ومنورني. قبل الهواء كنت بسأل سؤال كنا بنتكلم في الدراما. ايه. كنا عايزين برضو نستفيد من رؤيتك للدراما. قلنا هنعمل ده بمسال تطبيقي على شوية حاجات. ايه. وبدأنا بسؤال عايز عايز اسألك انت شايف الدراما في تجربة داعش فيه بالضبط. ايه دراما اللي في تجربة داعش? والله ما بتخيل داعش دول زي عيلة كده اه في القرية يعني من قرى الصعيد عندهم حد اه اه. اتظلم اوي ظلمو اوي 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 اهلو بتاع فهرب من عيلته. فالعيلة العدو خدوا الولد ده. وخبوه وقال له تعمل حاجاته وتنتم من اهل 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 قال لهم لأ. رحوا سجنوه بعتوا واحد تاني لبسوه. لبس الولد ده وعمل كل شوية من عملات انتقامية. مين العمل ده? وانهم ابنو كل انتو. اه. اللي انتو ظلمتو قبل كده. ولا حد راضي يطلع على الواد الظلم. المظلوم. ولا حد راضي يكتشف الحيلة بتاعة الاعداء انهم بيعملوا كده. يعني هما اعتمدوا على ظلم تعرض ليه اشخاص اخرين. وبيتجروا بالظلم اللي تعرض ليه اشخاص اخرين. لاحنا قادرين نعالج الظلم اللي تعرض ليه حد تاني. ولاحنا قادرين نكتشف ايه الملعوب. ويبدأ عيش يجي بعد صحتنا احنا داخلية. بعد ما انصحح احنا اوضاعنا. ونفسيتنا ونعلم ولادنا. ونبقى حاجة قوية. هم. علميا وايمانيا وكده هيبقى صحيحة ما فيه. بيتحلل اللوكسسات. صحيح. طيب خلينا اسألك على الدراما في حاجة تانية. اسألك مسلا على اه حاجة زي خمسة وعشرين يناير. شايف الدراما اللي فيها فين? خمسة وعشرين يناير بتخيل ان فيه ناس مسجونين في مدينة كبيرة جدا 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 ومقفول عليهم كل الببان. فجأة الناس دي قدرت تكسر الباب فاكتشفوا ان فيه بحر. بحر. ناس محبوسة في مدينة كبيرة مقفول عليهم اللبان وفجأة الباب تتفتح. تكسر. 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 لقوا بحر كبير جدا للأسف وقفوا. مم. كل شواء البحر يرمي موج يرمي حاصر يقولوا يا دي اخرد انه كنتوا فتحتوا الباب. مم. وعملتوا معين البحر كله خير ياريت حد يخاطر ويكمل. ياريت كان حد يكسر الباب من زمان. طيب اه تعال نكسر حالة الصعبية للشواء. تعال اسألك سؤال برضو هستفيد منه على المستوى الشخصي. شايف الدراما في تجربة ازا تجربة نادي الزمالك ازاي يعني ايه? نادي عجزة الدراما الحقيقة. دي بتدخلنا بقى في التدين يعني بحسب يا الله نعمل وكير. اكتر ما تدخلنا في الدراما. انا زمالكاوي يعني. انا عارف اه. جدا وانت زمالكاوي لكن انا مش مبسوط يعني ان انا انتظرت فترة طويلة برضه من عمري. على اساس ان يحصل حاجة. المسلسل مكسيكي مش. فاتخنقت وخايف يجي برا كساب وكون انا خلاص معي. اه مش مهتمة. اه يعني اش فرقة معي. ايو 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 صحية. اه مين من الكتاب الكبار او الناس اللي في المهنة اللي بتعتبر الفرجة على شغلهم مذاكرة. يعني مش فرجة واحد بيضيع وقته او مش فرجة واحد بيتبسط لأ فرجة مذاكرة. مين? اه والله كتير كتير. اه. اه. من اول علي الزرقاني بقى اه. اه. لو نفع بس ايه. يعني تقول لنا والمستمعين اسمه وحاجة من حاجاته بما وراء. اه والله لا يعني صعب ان انا هحاول اقدر اربط قد ما اقدر. خلينا خليه ممكن نركز مسلا في شغل التلفزيون مسلا. اه في التلفزيون بيبقى انه احدث يعني. اه. اه طبعا الفيز محسن زايد. اه. ايه ايه محسن زايد ممكن الفرجة على شغل شغل محسن زايد الفرجة عليه تعتبر مذاكرة لحد عايز يكتب. يعني حديث الصباح والمساء. اه. النص نفسه. النص اظن انه اجمل من اللي احنا شفناه. اه. اه. اه يعني حد عنده قدرة انه ياخد نص بسيط يعني او مش بسيط اقصد. اه. صراحة مش بسيط خوابس. يعني اقصد يقدر انه ينقله من الادب. ايوة. النقلة البصرية دي. اه. دي ده الشغل العظيم يعني خلاصة انه كمان هو كان ملعب. السود نجيب محفوظ. ايو. وقلب الليل في السنة وعمل شغل اللي تبير عليه قوي. وازاي انت كسيناريس تتبان حرفتك وصدقك في عمل اصلا مش بتاعك. يعني الاقتباس العظيم ده الاقتباس الصحي بقى. اه. انه يعني استاذ بيقتبس عن استاذ. اه. ده مدرسة. تختلف تماما. بس انا. بحس كلمة دون اعطى لكلامك ان محسن زايد فك شفرة حديث الصباح والمساء النص الادبي. صحيح. صحيح. كان بقدر رص مشفر زيادة عن نزوم بقدر. اه لا تجلى فيه يعني انا ادري يعني بقى بقى اقرب للناس. اه. بقى اقرب للناس وشخصيات وحية اكتر. ايوه. خاصة انه بيتعامل مع منطقة شديدة الجمال والصعوبة اللي هو الموت والحية. ايوه صحيح. صحيح. محسن زايد حديث الصباح والمساء مذكرة. والزبط والزبط. خلينيه الاسمين كمان. بس. اه بحب الاستاذ اه محمد جلال عبدالقوي. ام. محمد جلال عبدالقوي طبعا. اه. و و و ودراته المال والبنون. والعلاقة ما بين الشخصيتين اللي هي عبدالله غيس و اه. و اه. و اه. و ده نص الواحد. اه. ده المعركة الازلية يعني. ايوه. معركة الازلية. من الناس. اصد مش مش نص ادبي ده هو نص هو. لا لا نص هو نص هو كتب التلفزيون يعني. اه. وطبعا شغل السيدة اوسامة ورقاشة. وستزة كتير شغل السيدة وحية حامد. بدون ذكر اسماء هم طبعا كلهم السادزة كل واحد ليه طعم وكل واحد ليه لون وكل واحد ليه مدرسة. كبار يعني. اه. بس انا يعني في النهاية انت بتتفرج وتت وتتعلم لكن ده ملوش علاقة بشغلك. هم. يعني اظن. مفهوم. لا انا هتكلم على الواحد اذاكر في في السنوية عامة كيميا. ما اصبور. ما شغلش كيميائي بس اصدي. وصبور. فتحت حتى الطريقة. لا اصد واحد يتعلم طبعا ويستفيد اصد. بس اصد تحس انه حتى هم نفسهم مختلفين. مفهوم. يعني ده كميل في الفترة دي. لكن تتلاقي انك تتلاقي خمس ستة اسماء كبار جدا. بيقدموا للمتفرج. يا بخت المتفرج. بيقدموا له الوان كده فيها كتابة مش مؤلفين يعني. لا اصعد بقى حد بسألني انا عايز ابتدي اقرأ اه ابتدي اقرأ من فين فاعرف اكلمه في المنطقة دي. عارف ارشيها لكتب. صحي. لكن بسألك السؤال ده عشان لو حد في خاله وعايز يحط رجله في شغلانة الكتابة والدراما. اه يذاكر مين? فديه تلات فيه تلات مقررات اهو. قولنا الحديث صباحه والمساء والمن والبنون. واسامة انه وكاشة. على اطلاقه يعني. وان كنت انا بحب انه وانت بابا في المشمش جدا. اه طبعا. اه طبعا. تجربة فيها حداثة كده. طيب مناسبة الشغل على النصوص التانية. اه في حد كان قدامي السؤال اللي راح فين. طيب على البال ما لاقي السؤال بقى نفكر نصه يعني. حد بيسألك على فكرة انك تمصر الملك لير. انك انت تاخد اه حالة الملك لير وتطلع منها نص شديد المصرية. مش كمان شديد المصرية. شديد المصرية بشكل اقليمي كمان. يعني. اه. فهل اه سؤاله. هل ده دكتور مراد اللي بيسأل? هل ده كان سهل? وهل في المستقبل ممكن تعيد الفكرة مع رواية عالمية? والله مسألك هل كان اختيارك انت الشخصي الملك لير ولا كان ده اختيار فريق عمل ان احنا. لا هو اختيار فريق عمل كاختيار دكتور ريح الفخراني كنا خارجين من خواجه عبدالقادر ومش عارفين يعني نعمل ايه? كانت اقتراحات كتيرة فقال لي جرب معالير. فحاولت لحد ما قلت له لو ما انفعتش مش هكمل فكملت. بس ده اصعب هو بيسأل على السهولة والصعوبة. اه طبعا. اصعب عمل انا كتاب عفوا. اصعب عمل انا كتبته. لان في فرق ان واحد يكتب يعني حاجة تخصه هو وبعد انه يستغل على العمل ادبي العمل ادبي شهير. يعني اعتبر الاشهر بالنسبة للشيكسبير والناس عارفها حتى في البيوت العادية الناس عارفها القصة. وان انا اعمله صعيدي كان مجهود متعب جدا جدا وسعيد به اكتر من اي حاجة في الدنيا. لان اول مرة في حرفتي يعني. اقدر اعمل حاجة شبه اللي كنت بتمنى ان انا اعملها. اني عندي نص ما يخصنيش. ايوه. وغريب عني وبقته مختلفة. واقدر احوله النص كده. ده بالنسبة لي كان حاجة ممتعة شخصيا يعني. اه طبعا. ومتعبة جدا. لانه خد مني مجهود وقت طويل جدا. انا سعيد ان انا وصلت فيه من نتيجة. لا فيه ناس قالت ان شيكسبير خد من كتير عن دهشة. يعني سمعتها سمعتها كتير دي بسرعة. لكن انت اصلا يعني الفكرة نفسها كانت موجودة في دماغك قبل كده. يعني فكرة انك اتشتغل على العمل ادبي اه. اه موجودة طول الوقت. بس بيبقى الحيرة في انهي في انهي عمل. لازم بعمل يعني في احجار كده كبيرة تقدر تشغل عليها. ويكون قريب برضو مني انا نفسيا يعني. طيب السؤال بقى وده سؤال يمكن شخصي انه انت العمال اللي انت قد انتهى الاربع خمس مسلسلات كل عمل فيهم يصلح كنص ادبي اصلا قبل ما يتعمل تلفزيون. وانا ما عرفت بيك من احنا بقول من الايام الكلية انت رجل تكتب القصة وتكتب الرواية بمهارة وبشطارة وفي الحتة دي منطقتك. اه ليه يعني ليه ليه جات الفكرة في انه يعني خبيت الافكار والحاجات لحد ما تبقى مسلسل. يعني ليه ما عملتش زي الناس كتير عندها افكار فبتروح عاملها الرواية بعد كده تشوفها تعمل ايه. لأ انت اخترت ان كده تسيب الافكار عندك. وآآ وساعة ما تطلع للمورة تطلع صورة. والله يا ليه علاقة بتركبتي في الوقت ده. انا اه وزنت ما بين ان انا اقدر اطلحها رواية ككتاب. وما بين انا اطلحها حدوتة مصورة والناس تفرج عليها. فالقيت ان قدرتي في الوقت ده انسب ان اطلحها حدوتة. وان ده كمان يعني ايه اقرب للناس. وفي نفس الوقت انا عندي مخزون روايات كتيرة عن نفس عامله. فقلت لو عدى الوقت وما طلعش في كتاب ما انا انا اولى بيه في انه يطلع للناس. فالمساحة دي قدرت تعوضني يعني. وفضل الادب زي الاتب كده في الظهر في طول الوقت نفسي. اه عوضه لكن بحاول عوضه كنت في الدراما ومش ندمان لان كمان انا شايف ان قيمة الصورة وقيمة الفرجة للناس دلوقتي وقيمة الكتاب كمان رجعت. فالناس بقت اكسر تنوعا ما بقيتش الحكاية متحددة اوي زي الاول. فمش ندمان وحاسس ان انا قدرت اطلع مخزون يخصني في الصورة برضو تخصني انا. والادب موجود. وان كنت اكتر حاجة. برضو بدأت تتحرك عندنا مجموعة. مجموعة قصصية انا وانت وجنة وشاهد. مجموعة قصصية برضو يعني اهو يعني كان فيه يعني مستنينك في الملحة. الحاجات بتفتح النفس بقى لوحد لم ينبسط عمل كده. ونفسي ما زلت ان الخواجة تطلع في كتاب يعني. دي ده ده حلم برضو. الخواجة تحديدة. الخواجة تحديدة. لانه هو قصة فيها فيها الروح دي اكتر. بصلا يا الخواجة فيها برضو فيها تجربة معارفية وتجربة حياتية برضو. محتاجة تتوسق برضو على الورق لان هي توسيقها على الورق. انت عارف انه انت محب قديم للورق. توسيقها على الورق برضو هيبقى له طعم وختلف غير. ده حلم والله يا عمر يعني نفسي اوصلا. هنالجا نتكلم في الخواجة عبدالقادر بس. هسان معك تلاج برضو شبه الخواجة عبدالقادر. حبيبي. لسا معنا ومنورنا عبدالرحيم كمال وحوار سري جدا وانو مستمتع به. حبفنا عندي الخواجة عبدالقادر. اه. وطبعا يعني كل الناس بعتقالك رسالة على شغلك بالاسم كل مسلسل من رحاية والخواجة والشيخ العربي كل مسلسل. بس اه. في محبة من نوع خاص للخواجة عبدالقادر. ايه صحيح. وفي تقدير من الناس من نوع خاص للخواجة عبدالقادر. وصل لانه آآ قاريت مقالات من الوطن العربي. مش من كتاب مصريين. طحي. كتاب من الخليج ومن العراق. بيكتبوا في انه مسلسل خواجة عبدالقادر من الاعمال اللي اضافت لل يعني الاعمال اللي هي خدمة الدين. الاعمال اللي خدمت النظرة كمان اصلا للدين او خدمة العلاقة الناس بربنا. اه الناس فاكرة اه جمل من المسلسلات وده نادرة ما بيحصل. يحصل في افلام ممكن ان انا اخد جملة من الفيلم وهاشتغل عليها. لكن كمية الجمل اللي تم اقتطاحها من المسلسل. اه وكأنها دروس اه في منطقة اه نورانية صوفية. كمية الاقتطاعة اللي حصل الجمل من الحوار المسلسل ده. اه وانا فاكر حتى يعني كانت كنت بعد الحلقة دايما بكلمك في. ايه في الجملة. صح. يعني مش في الحدث. ايه. في الجملة يعني. واعتقد انه يعني في يعني هتكلم مسلا على الزمن القريب اربع خمس سنين. ايه. مفيش مسلسل الناس اقتطعت منه جمل. الحمد لله. يعني في ناس فاكرة احداث. ايه. فاكرة شخصيات. لكن الناس تاخد جمل اه وتقططحها. وكأنها اه برشامة يعني بتحتفظ بيها لنفسها بتحل بيها مشاكلها. فا وانا عايز اسمع منك يعني كلام مفتوح عن التجربة دي تحديدا في شغل رب. الحاج عبدالقادر يعني حلم من الاحلام اللي ربنا وفقني. انه انقله من اه من انه مجرد بحلم يخصين اللي حاجة اشوفها بعنايا يعني. ودي حاجة جميلة جدا. بيبقى عندك حاجات كتير نفسك تكتبها بس الاحلام قليلة. في عندك مسلا العمر يديلك انك تكتب عشر عمال خمستاشر عمل منهم بيبقى حلمين تلاتة. ده احد اهلامي اللي انا كانت باحلم بيها. لانها عجينة تخصني من اول ما انا كان عندي خمس سنين. وسمعت والدي الحاج كمان الله يرحمه بتكلمنا على الخواجة عبدالقادر. اللي كان الماني ما كانش انجليزي كان في الاصل. وجي بلدنا في العساوية شرق. وكان راجل العلنيات والاهلي يجيبوا له جدي يحطوا له. يقول له جدي جعان خواجه يقول لهم ياكل ايه حبيبي ياكل فلوس فيدهم ريال فضة في بق الجدي. فضلت الحكاية دي مخزونة جواية. دي حكاية متورسة ولا الاب شافها? لا والدي شافه فعلا هذا المهندس مساعد مهندس الماني كان اسمه الخواجة عبدالقادر الماركاتوني. اه. احنا خلان انجليزي طبعا في المسلسل. عشان اللغة عشان حاجات كده. الفضل بقى حلم جواية تنقل مية من مراحل عمري من اول ما بدأت انوي كتابة. ونفسي يتعامل يطلح في صورة قصة يطلح في صورة رواية يطلح في صورة مسلسل وطبعا كل ما انا امشي به زي الحمل كده بيتغير. ان كمان تجربتي مع والدي بتكمل وبعدين والدي بيتوفى. وبعدين انا بكمل طريق التصوف وقابل شيخي فالدنيا كويس كمان احمد ربنا ان هو طلع في الوقت اللي طلع في ده. كان استاوى يعني. كان استاوى كان فيك كرامة كبيرة من ربنا انا ازعم ان هو طلع في التوقيت ده في مصر. ايوة. في السنة دي تحديدا. الناس كانت فيها حالة من التشدد. وفيها حالة من القلق. وفيها حالة من. وده تقريبا ان كان قدر المسلسل. ربنا خلا يطلح حاجة فيها حب. اه في الوقت المعنى ده محمل بمتفجرات. صحيح. يطلع كافة تانية يتوز الموضوع انه لا ده في نظرة تانية. ده صحيح. ده مقدر المسلسل برضو يعني. لدرجة ان انا حس ان مش انا اللي كتبتك. يعني عاست ان ربنا يعني استخدمني كده في ان انا كتبه كنت فرحان جدا جدا جدا. ومجرد ما خلصت الخواجع عبدالقادر. وآه وتتعرض مسلسل في رمضان كنت بعد شهرين آآ بحج. مم. فكانت الاوضة اللي جنب الاوضة اللي انا بحج فيها في الفندق مكتوف فيها القادر. آآ سبحان الله. آآ ففرحت كده جدا 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 جدا. فخواجع عبدالقادر ده بحس انه مش مجرد عمل. ده حاجة ربنا اراد انها تظهر. مم. عن طريقي. وحلم ربنا حقهولف انه يطلع. في صورة مسلسل كمان انا مش نفسي كان يطلع في الصورة دي لانه كان تقريبا ميكلم الناس بصوت حنايا كده كل الليلة. ورد الفعل كان كان مفاجئ بالنسبة لان انا كنت خايف ان اتكلم في التصوف مع الناس. خايف ان انا كنت عايز اسألك فيه ان الجرأة على الكلام في المنطقة دي وقبول آآ النجم او المنتج او المخرج للحالة دي كمان في الفن برضو وهي مش مألوفة او مش. الدكتور يا الفخراني الحقيقة كان ليه دور كبير والحج احباري كان ليه دور كبير جدا في انهم شجعوني وقبله ده لان الموضوع فيه تصوف وفيه قصة حب. مم. وفيه مشهد فيه الحبيبة بتقول لحبيبها ايا قرآنية كاملة. مم. لكن الصدق وان الناس عندها حسن ظن. مم. وان الناس جميلة فعلا تقدر تتقبل اشياء الجميلة بجمال خلى المسلسل ده احد يعني احد ثمار التفاح اللي سقطت في حجري كده من الحلم الحقيقيق. خلي يعني في كوليس الشوكرانة برضو. انت بعد المسلسل ده ازاي? يعني. يعني اه يعني ايه اللي قلته? فاهمني. لانه ما يتبعش. اه لانه فعلا التجربة مش يعني فاهم طول الوقت. الناس بتبقى اه بظاهرها مسؤولة على حيطة لما يبقى في عمل في في مرجع ما في شكل لكن انت بشكل مختل يعني من الاول خالص مفيش حاجة شابه. انا كنت باهم شكل عربي وبعد ان رحت للدكتور ياحية قلت له. كنت خلصته. اه لا ما كنت خلصتش. انا مكتب في لحزتها. اه بس كنت عندي القصة. اه. فقرأ القصة فقال لي طب يحب زينب وقصة حب وانا انا اكبر من كده سنا شوية. وما عجبتهوش. اه. وبعدين. وكاتب معالجة بس. اه ورقتين. اه. ورقتين. اه. انا كل شوية شغال على الخواجع عبدالقادر دي مش سابق يعني. اه. اعمل اعمال تاني وارجع اضيف لي الورقتين سطر احزف منهم سطر. اه. فقابلته بعدها بسنتين. فقال لي ايه? قلت له الخواجع. قال لي تاني. قلت له الخواجع بس اتغيرت. فعالت احكيها له. قال لا لا كده حلوة. اه. سبحان الله هو تحمس وانا تحمسته شادي الفخاران التحمس. كان في حاجة كده من التوفيق. اه انا عايز اعرف ملامح للحكاية اللي حكيتها لحد فقال لك كده حلوة اشتغلها. يعني حكيت له ايه? يعني قلت له ان في اه حد خواجع مش مصري وعاش تجربة مؤلمة جدا جدا في حرب العالمات التانية او وصلته لدرجة الالحاد. اه. والسكر. وانه شبه منتهي جسديا. يعني مريض جدا وبينتهي. اه. فبيروح السودان وبيروح مصر بيغير حاجات كتير عن طريق المحبة. اه. لدرجة ان جسمه نفسه بيخف. اه. وروحه بتخف. اه. فالحدوتة في المحبة اكتر منها في حاجة تانية. فهو الجزء ده يعني لمس معه وحق. وبيقيت انا كمان اعرف من كنت امان عشرة الخواجة عبدالقادر عمال اكتف فيه ليه سنين واعرض فيه ليه سنين. اعرف اتكلم عنه من الزاوية ادق. وهي زاوية المحبة. اه. مناصدي كده ازمع ما بس دور على التفصيلة. عرفت انا مفتاح ومتاخر. اه. مفتاحه في المحبة. ده اللي خل الناس. اكتر منك بتقول خواجة. اه. اكتر انت بتقول رحلة المحبة دي. اللي غيرت انسان من الى. صحيح صحيح صحيح. لا المسلسك كمان كانت الفكرة اللي فيه رجعن نقطة ان كنت الشخصات الفرعية عندك ابطال. يعني شخصات السنوية على هامش الحدوتة الاصلية على هامش حدوتة اه. اه. اني احبك يا زينب اخواج عبدالقادر وزينب على هامش الحدوتة فيه. اه. كدرويش والمدرس والقديم والجديد والراوي والابن يعني شخصيات كلها اه حتى الاعتقد ان كنت برضو. اه عمر خيرت اه يعني اه يعني مش عارف اتفرج ولا سيمة الحدوتة ولا عمل ايه? لان هو يعني من النادر انه يحصل التوأمة الفضيعة ما بين النص وما بين المزيكة. كمان اختيار القصيدة دي علشان تبقى هي بطل. دلوقتي اخر مرة كنت فحفل عمر خيرت. مرتين مرتين يعزفها وينكورالي غنيها والناس تطلبها يعني. هو ارى الحلقات وبعدين اه كنا طالبين قصيدة كنت طالب اه عرضت على القصيدة كان فيه قصيدة مختلفة في الاول. اه. فيها صلوات كتيرة. اه. فما عجبتهش. اه. فقال لا انا عايز حاجة تانية احسها. اه. فبعتنا له والله ما طلعت شمسه ولا غربت بعد سيدي الحلاج. فتقريبا يعني عملها اسرع ما يمكن. اه. يعني واضح ان هو دخل في حالة كده من الوجد. اه. هو برضو الطفاحة ويعت في عجرة. اه اه اه. كان فيه حاجة كده في المسلسل ده عندنا كلنا يعني. وطلعت الان انا انا حسز ان كمان المزيكة في المسلسل ده والغنوة والشغل لستاذ عمر خيرت هو جزء من اه من نجاح هذا المسلسل وخلوده يعني. صحيح. اه عبدالرحيم كمال انا ما بشبعش منك. ولا انا. بالاسف اه يعني الفاترينة بتاعتنا ضيقة شوية هي الساعة اللي عندنا. وما بشبعتش منك محيتش يعني اخب منك كله انا عايزه بس انوارتني. شكرا. واستفدنا وتعلمنا من كل كلامك وانا بالنيابة عن نفسي وعالناس كتير بتحب بشغلك وبتحترمه وبتتعلم منه كمان مش بتحبه. حبيب انا بحبك. بتستفيد منه نفسيا وروحانيا واجتماعيا. فاتمنى لك انك يعني تكمل المسيرة بتاعتك واتنان انا ان شاء الله مرة جايش وفاك في فرنامج اوسع من كده شوية. انا بحبك وموسوط ان انا قابلت صاحب عمري الموهوب الحبيبي عمر طاهر. اللي انا يعني نفسي اقعد معاه في اي مكان انا فرحة. انا جيت اصلا اعمل بنامج عشان اعود معاه. فده جميل. شكرا يا عمر. شكرا شكرا. شوفكم بازن الله يوم التلات بازن الله.